طبعا بدنا نحكي عن اخر درس في فيزياء الكم اللي هو الطبيعة المزدوجة للاشعع والمادة. طبعا بدنا نبدأ دراستنا في شغلة بنعرف ها يمكن وقديمة موجودة في الدرس الاول في درستنا في فيزياء الكم اللي هو الضوء اللي هو حكينا كنا نسلم نطلق عليه مصطلح الفوتون. الضوء زي ما بنعرف له خاصية مزدوجة فالضوء له خاصية جسمية مادية اللي هي زي الكهروضوئية والنموذج بور طبعا هاي الامثلة واحد واثنين امثلة على الخواص خلنا نحكي المادية او الجسمية للضوء. هلأ كمان الضوء بيحمل خواص موجية وهذا خواص موجية سبق وتعاملنا ومرت علينا اللي هي زي خاصية الانكسار الانعكاس الحيود والتداخل لان هذا الكلام سبق وحكينا عنه وشرحناه بس احنا قديم نذكر هلا فيه. هلأ مادية طبعا بدي سألني ايش اجسام ماديه بقول لأستاذ مثل ما نحكي عن الكترون نحكي عن البروتون نحكي عن النيترون هاي الاجسام تحمل كتل او لها كاف كتلة وهي يمكن الفرقية بينه وبين الفوتون او الضوء احنا قلنا نحكي انه الفوتون او الضوء هو جسيم او يعني نقدر سميه جسيم نسميه كمة عديمة الكتلة. فالاجسام المادية زي الكترون بروتون نيترون تحمل كتل. العالم تيبرا بيفطرض ان هاي الأجسام إلها موجات مصاحبة أثناء حركتها. يعني أثناء تحركها في إلها موجة بتصاحبها. خلنا أحط تحت هاي هيك خطتين وأقول لك أنه في إلها أو أقول لك أنه في إلها لمدة يعني إلها طول موجة. طيب هلا بس نعرف ميزات هاي الموجة اللي بتظهر الأجسام المادية ما إلها ميزتين أساسيات إنه ليست موجات كهروميغناطيسية وليست موجات ميكانيكية. بقصد موجات كهروميغناطيسية يعني زي الضو. هي لا تشبه موجات الضو. وليست موجات كمان ميكانيكية يعني أتشبه موجات الصوتية. طب شو هي هاي الموجات؟ هاي الموجات هون جواب عليها موجود طبعا بالكتاب وبالدوسية طبعا اللي متوفره على الدوسية. إنما خواصها تلازم خواص الجسم الذي ترافقه يعني تأخذ خواص أو هاي الموجات تأخذ خواص من الجسم اللي قاعد هي بترافق فيه. هلا ما بداية مادتنا إحنا ما فيه إشي بس فوق إنه بدا نفهم إنه صار لدينا فرضية جديدة زي بتحكي عن الطول له خاصية مزدوجة فأنا قاعد بافترض إنه كمان الأجسام المادية له خاصية مزدوجة أيضا. هون بدي أحكي عن آآ لمدة الطول الموجي هلا لحساب الطول الموجي للمصاحب طبعا من حالة تسميه طول موجي الدي بروي إذا بدنا إذا بدنا بنسميه طول موجي المصاحب لحركة الأجسام المادية برضو صح. هو يساوي ها على خا. طبعا خا نذكر فيه اللي هو الزخم اللي هو أصلا كاف عين. فيساوي ها ثابت بلانك ستة فاستة فعشق ووسالب أربعة وثلاثين على كاف عين اللي هي الكتلة مضروبة في السرعة. كتلة طبعا تقاس بالكيلو جرام يا جماعة والسرعة تقاس بوحدة متر لكل ثاني. لا تظهر موجات المادة في حالة الأجسام الجاهرية بين القوصين نحن نحكي عنها الكبيرة نسبية. ليش? طبعا تفسير هالإجابة بيجي من القانون لما حكي لك إنه لمدة تساويها على كاف عين. واحكي لك إنه كافية كتلة الجسم. لما تحكي لأجسام جاهرية أو كبيرة نسبيا يعني بدأ اقتنع أو اعرف انه كتلها نسبيا بتكون كبيرة. وحسب علاقة تي بروي هاي اللي بتحسب طول موجي تي بروي. فالعلاقة بين الكتلة والطول الموجي هي علاقة عكسية. فلهيك انت كل ما زدت كتلة الجسم مفروض تعرف ان طول الموجي شو بصير فيه بقل. فعشان هيك لماذا لا تظهر الموجات؟ نحكي له إنه الموجات بتكون قليلة جدا لدرجة لا يمكن تمييزها. ما نقدر تمييزها لأن كتلة هاي الارسام بتكون نسبيا كبيرة. الان هون أنا عمل بس ملخص صغير طبعا عشان نتذكر. انت بتقادر حساب الطاقة والزخم سواء لفوتونات عديمة الكتلة زي مناره أو لارسام مادية. نذكر للفوتون عشان نحسب طاقته نستخدم قانون هافي تاد دال وعشان نحسب زخمه نستخدم هافي لمدة. إذن هاي جديدة علينا إنه نحن قادرين على حساب هلأ زخم الفوتون. زخم الفوتون يساويها على لمدة جبنة من علاقة تي بروي. أما الأجسام المادية فمنقدر نحسب طاقتها باستخدام نص كاف في عين تربيه اللي هي أصلا طاقة الحركية للجسم. ومنقدر نستخدم الزخم باستخدام كاف في عين. بدنا نحل شوية مسألة مع بعض على فرضية العالم تي بروي. طبعا بدنا نذكر بشغلة يا جماعة إنه فعلنا أسئلة في الدوسية غير هذه الأسئلة الموجودة هون. فبتمنى إنه إحنا لازم نحل هاي الأسئلة. بتمنى إنه نحلها جميعها. تمام؟ بس أنا حط يعني أمثلة من أمثلة الموجودين لكم. سؤال أربعة صفحة عشرين بحكيها تحرك جسيم كتلة وثنين ملي جرام. انتبه للتحويل. بسرعة واحد بالعشرة من سرعة الضوء. احسب طول موجة تي بروي المصاحب له. أول شي خلنا نشغل شوية بالتحويلات. طبعا أول إيش الجسم كتلته كتلة بصير تكون مقاسب وحدة بالملي جرام. لازم نحولها. طبعا اثنين بدا تخلصوا الملي بضرب عشرق وسالب 3. ها أول خطوة صارت ملي جرام. وبعدين نساء بدي حول بصير تكون ملي جرام. فابدي أضرب اثنين في عشرق وسالب 3. كم مره في عشرق وسالب 3. إشان سير كيلو جرام. حكتلكم بشوي لازم الكتلة في معادلة تي بروي تكون مقاسب الكيلو جرام. فبطلع الجواب الثنين في عشرق وسالب 6 كيلو كرام. هلأ بالنسبة للسرعة عين. أحكيه لأنه واحد بالعشرة من سرعة الضوء. يعني واحد بالعشرة مضروب بسين سرعة الضوء. واحد بالعشرة مضروب تلاتة في عشرة قوة تمانية. فبصير سرعة تساوي تلاتة في عشرة قوة سبعة متر لكل ثاني. هلأ بظل عليك أطبق معدد دي بروي لحساب طول الموجي. لمدة تساوي ها على كاف في عين. ها طبعا ثابت يا جماعة. ستة فاصلتة في عشرة قوة سالب أربعة وثلاثين. على كتلة الجسم حسبناها تنين في عشرة قوة سالب ستة. في السرعة تلاتة في عشرة قوة سبعة. نشتغل سريع. لدينا ستة فاصلتة في عشرة قوة سالب أربعة وثلاثين. تركتها مثل ما هي. على تنين في تلاتة. هاي عندي ستة. الأسس عندي موجب واحد. ستة فاصلتة على ستة فيها بواحد فاصل واحد. ده رفع الأسس الموجب لفوق في عشرة قوة سالب 35 طبعا متر وحتة قياس طول الموجه نكمل هون في دراستنا ما زخم فوتون طول موجه طول 3.2 في 10 قوة سالب 6 هلأ إذا بدأحسب زخم الفوتون اتفقنا على قانون أنه الزخم يساويها على لمدة على طول الموجه طبعا هيك صار يا جماعة بقدر جيب لي سؤال عن فوتون يجيب لي لمدة لهذا الفوتون وأنا أحسب من اللمدة هاي تردده اللي يساوي ذكرك سين على لمدة ممكن أحسب طاقته با ما أتمكن من حساب التردد بحكي الطاقة تساويها في التردد وجديد صرت إذا معي لمدة بقدر أحسب الزخم طبعا الفوتون اللي هو ها على لمدة تذكروا بس بمجرد ما يعطيني لمدة طول موجه لفوتون طيب تمام الزخم يساويها على لمدة ها ثابت 6.6 في 10 قوة سالب 34 على لمدة طول الموجه 3.2 في 10 قوة سالب 6 كنت أحكي لكم هون رح تركي الجواب 6.6 على 3.2 ويساوي أو عفوا ضرب عند القص هاد لفوق بيصير في 10 قوة سالب 28 طبعا الزخم يقاص بوحدة كيلو كرام في متر لكل ثاني هلأ فيندي بس هون أنا حاطة الأسئلة اللي لازم تنحلوا هو السؤال الأول الصفحة 19، سؤال 2 صفحة 20، سؤال 3 صفحة 20، وخمسة وسبعة هاي الأسئلة عبارة عن وظيفة ياريت إنو نشوفها ونحلها ضرورة هلأ الإرساءة طبعا إجتر إجبات رح أزودكم فيها بس بعد من حل أو نخلص حل هادي الأسئلة بعملت حلوها جميعا وزودكم الإجابات تبعونها عندي بس ملاحظة صغيرة حاب أحكيها لما تحسب الطول الموجي لتي بروي وممكن ملاحظتي متعلقة في سؤال 3 يعني اللي بحل سؤال 3 بديها ينتبه بس على هالملاحظة الصغيرة لما أنا مش حاب أحل السؤال هون حاب شوي أنتو تعرضو له أو تشوفوا كيف ممكن نحل السؤال لما توجد الطول موجي تي بروي لرصاصة أو تحسب طول موجي تي بروي مثلا للكترون طبعا مدأكد على شغل أن كتلة الكترون صغيرة جدا مقارنة في كتلة الرصاصة كتلة الرصاصة نسبيا كبيرة فعشان هيك رح تلاحظ أن طول الموجي لتي بروي المرافق لرصاصة رح يكون صغير جدا بالمقابل طول الموجي للكترون أو طول موجي تي بروي المرافق للكترون بتكون قيمتها خلني حكي نسبيا كبيرة نسبيا كبيرة بالنسبة لها عند مقارنتها في الرصاصة بس نلاحظ أن طول الموجي تبع للكترون من طول موجي اللي بيصنع الرصاصة والسبب انه بكل بساطة كتلة الكترون اقل من كتلة رصاصة